في الفترات الماضية كانت اللقاحات متوفرة في المراكز الصحية وبعض المستشفيات لكن كان الإقبال ضعيف جدا في الفترة الأخيرة بعد تزايد الأصابات والحملات الإعلامية التي قامت بها وزارة الصحة وأيضاً الإعلام مشكوراً ازداد الإقبال على اللقاح ما أدى إلى نفاذ هذه الكميات من المنافذ التلقيح سواء المراكز الصحية أو المستشفيات واللقاح للأسف الشديد طبعاً هناك ضغط على الشركات المصنعة والمصدرة هذا اللقاح يصل العراق أسبوعياً كمية معينة تصل إلى نصف مليون جرعة وهذه للأسف الشديد بالإقبال الشديد للمواطنين يومين أو ثلاثة وتنفذ هذه الكميات وعدتنا وزارة الصحة إن شاء الله بالأيام القادمة سوف تصل كميات كافية فيما لو وصلت كميات كافية سوف نتوسع بمنافذ التلقيح ولدينا الإمكانية حتى خارج المراكز الصحية والمستشفيات ممكن الاستفادة من بعض الدوائر أو الجوامع والحسينيات أو المراكز الصحية جوالة التي توفروها في المناسبات ممكن أنه تعمل هذا العمل؟ نعم ممكن ممكن زيادة المنافذ التلقيح لكن هذه المراكز الجوالة طبعا سوف تكون في الشمس طبعا والحر الشديد وبالتالي يعني صعب العمل بهذا بهكذا ظروف ندرس حتى إمكانية أنه هناك إن يكون عمل مسائي لكنه لا توجد جدوة من هذا العمل إذا اللقاح ما متوفر واللقاح غير متوفر إذا توفر اللقاح فممكن يكون هناك دوام مسائي إن شاء الله